السلام عليكم اليوم سنقوم بتصحيح بعض التطبيقات الكتابية الخاصة بدرس التركيب العطف ودرس الصرف والتحويل أنواع الفعل المعتل أولا سنقرأ السؤال الأول أكمل الجمل التالية بحرف عطف مناسب لاحظوا لدينا هنا أربع جمل سأقرأ هذه الجمل أدرسا واحدا راجعت لدينا فراغ درسين أفكر فراغ أجيب زرع الفلاح فراغ حصد رأينا الهلالة فراغ القمر سنبدأ بالجملة الأولى أدرسا واحدا راجعت درسين ما هو الجواب ما هو حرف عطف الذي سنملأ به الفراغ هنا أحسنتم نعم أم إذن سنقول أدرسا واحدا راجعت أم درسين لماذا استخدمنا أم هنا لأن أم هو حرف عطف لطلب التعيين فنحن هنا مثلا كأننا نطلب من هذا التلميذ أن يعين لنا ويحدد لنا كم درسا راجعت هن راجعت درسا واحدا أم درسين إذن أم هو حرف العطف المناسب لهذه الجملة وننتقل إلى الجملة الثانية أفكروا أجيب أفكروا أجيب نعم أفكروا جيدا أحسنتم أفكروا فأجيب لماذا؟ لأن الفاء هو حرف عطف للترتيب مع التعقيب أي أن هناك ترتيب أفكروا وبعد ذلك أجيب وحرف ترتيب مع التعقيب أي أن هناك فترة وجيزة بين التفكير وبين الجواب لذلك استخدمنا حرف فا ولن نستخدم حرف الفاء ولن نستخدم مثلا حرف الواو لأن هناك من كتب لي أفكر وأجيب لأن الواو هو حرف عطف للجمع ولا يمكن هنا أن نجمع بين التفكير والجواب في نفس اللحظة بل نفكر وبعد فترة زمنية قصيرة نجيب لذلك أحسن جواب أو الجواب المناسب هو حرف الفاء لأنه يفيد الترتيب مع التعقيب أي أن الترتيب بالنسبة للتفكير ثم الجواب والتعقيب أي أن الفترة الزمنية التي تفصل بين التفكير والجواب هي فترة زمنية قصيرة ننتقل إلى الجملة الثالثة زرع الفلاح ثم ما الجواب؟ نعم أحسنتم زرع الفلاح ثم حصاد لماذا استخدمنا ثم؟ هو حرف عطف للترتيب مع التراخي ما معنى ذلك؟ أي أن الفترة الزمنية الفاصلة بين الزراعة والحصاد هي فترة زمنية طويلة فلذلك استخدمنا ثم لأنه ثم تستخدم كحرف في فترة زمنية طويلة وليس مثل الفاء فالفاء للترتيب مع التعقيب أي فترة زمنية قصيرة وثم للترتيب مع التراخي أي فترة زمنية طويلة هنا لن نستطيع أن نستخدم مثلا هنا الفاء لأن بين الزراعة والحصاد فترة طويلة والفاء تفيد فترة زمنية قصيرة لذلك هنا أحسن وأفضل جواب وثم ننتقل إلى الجواب إلى الجملة الأخرى رأينا الهلالة فراغ القمرة ما هو الجواب؟ نعم جيد رأينا الهلالة لا القمرة لا هو حرف عطف لنفي الحكم عن المعطوف أين المعطوف هو القمرة؟ أين المعطوف عليه هو الهلال إذن هنا استخدمنا هذا الحرف لأن الذي رأيناه هو الهلال وليس القمر وبالتالي فنحن ننفي الحكم عن المعطوف والحكم المناسب لنا هو الهلال لذلك استخدمنا لا لماذا؟ كما أعود وأقول لأن لا هو حرف عطف لنفي الحكم عن المعطوف فقلنا رأينا الهلالة لا القمرة أتمنى في المرة المقبلة عند إنجاز تمارين لها علاقة بدرس العطف أن تدرسوا جيدا حروف العطف ومعانيها لكي تستطيعوا وضع كل حرف في الجملة المناسبة له لأن كل حرف يفيد معنا معينا وبالتالي يجب أن تختاروا حروف العطف بعناية ننتقل إلى السؤال الثاني إذن سنبدأ أحدد وهو سؤال خاص بالصرف والتحويل أحدد نوع كل فعل من الأفعال المعتلة الآتية لاحظوا لدينا هنا مجموعة من الأفعال لدينا وعد سما قام عوى يرمي فعل وعدة يوجد حرف العلة أين؟ في الأول إذن ما نوع هذا الفعل؟ أحسنتم إنه فعل مثال لماذا مثال؟ لأن المثال هو ما كان أوله حرف علة سما أين يوجد حرف العلة؟ في الأخير إذن ما نوع هذا الفعل؟ جيد نوعه ناقص لأن الفعل الناقص هو ما كان آخره حرف علة قام هذا الفعل يوجد حرف العلة في وسطه إذن ما نوعه؟ أحسنتم أجوف والأجوف هو ما كان وسطه حرف علة الفعل الرابع عوى لاحظوا نرى هنا حرفين اثنين أي الحرف الثاني والحرف الثالث كلاهما حرف علة إذن ما نوع هذا الفعل؟ ممتاز لفيف مقرون ما هو اللفيف المقرون؟ هو ما كان وسطه وآخره حرفي علة فعل يرمي هذا الفعل ما نوعه؟ هناك من كتب لي يرمي هو لفيف مفروق وهذا خطأ لماذا؟ لأن الياء هنا ليست حرف علة والفعل هنا انظروا جيداً هو مصرف في أي زمن؟ في المضارع انظروا إلى الأفعال السابقة كلها في زمن الماضي وعدى سما قام عوى أما هذا الفعل فهو مصرف في المضارع إذا أردنا أن نجد نوع أي فعل من الأفعال يجب أن نسنده إلى ضميره ونحوله إلى الماضي فما هو ماضي يرمي؟ راما ممتاز إذن سنكتب فعل راما راما ينتهي بماذا؟ ينتهي بحرف علة في الأخير وهو هذه الألف المقصورة إذن الفعل الذي ينتهي بحرف علة ماذا نسمي هذا الفعل؟ جيد نسميه ناقص ما هو الناقص؟ الفعل الناقص هو ما كان آخره حرف علة وتمنى أن تكونوا قد فهمتم يعني ما شرحته لكم لتفادي الوقوع في الأخطاء التي لاحظتها أثناء تصحيحي لأوراقكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته